زيزو مش زيزو والد زيزو تواصل مع الأستاذ ممدوح عباس عشان يقوله إنه زعلان شوية من مجلس إدارة نادي الزمالك تعرفين أستاذ ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك يعني متداخل في كسير من الأمور خاصة في أمور التجديد والأمور التعاقدات دي بشكل أو بآخر فهو أكلمه وقال له إنه هو زعلان شوية من مجلس إدارة نادي الزمالك عشان كل ما بيتحدد معه عشان نقعد جلسة للتجديد بيتم تأجيل هذه الجلسة مرة بعد السوبر الأفريقي ومرة كمان تأجلت الجلسة مرة أخرى بسبب السوبر المصري وده زعل شوية والد زيزو اللي بيدير هذه المفاوضات مع نادي الزمالك المعلومة المهمة بجانب الجزئية دي يعني إن زيزو تركز معاي في المعلومة دي عشان مهمة قوي زيزو وافقة على تغفيد مطالبه المادية مع نادي الزمالك الكلام الأول كان 80 مليون جنيه في الموسم زيزو الآن موافق على فكرة 60 مليون جنيه في الموسم وممكن يقله وممكن يقله لحد 40 ده الكلام المتداول دلوقتي في المفاوضات أو في الأفكار أفكار زيزو وأفكار والد زيزو الذي يدير هذه المفاوضات مع نادي الزمالك وأنا بقول لك أقول لك قبل كده زيزو هيكمل في نادي الزمالك مهما حصلت ظروف ومهما حصلت عراقيل الاتنين عايزين بعض زيزو عايز الزمالك حتى لو خسر كثير من الأموال الخارجية والزمالك حتى لو دفع كتير شوية فعارف إن زيزو يستحق فالأمور قريبة فاش مشاكل كتير عايز دي حكاية